أهلا بكم مجلد أصدقائي في هذا الدرس الذي سنقوم بإضافة أزرار المينيو طبعا نحن لدينا هذا الزر هنا سمناه منيو بتن وسنقوم الآن بإضافة زر آخر لإغلاق المينيو الموجودة عندنا هون فيمكننا الذهاب إلى المينيو بتن هنا وعمل دوبلكيت له ويمكننا أيضا عادة تسمية المينيو بتن الذي قمنا بنسخه باسم آخر على اسم المثال close button أو زر الإغلاق طبعا كما ترون هنا الزر الإغلاق الجديد الذي قمنا بعمله سأقوم بوضعه هنا على سبيل المثال سنغير بموضعه لا تقلقه لكن بداية سأغير الأيكون الخاصة به عن طريق تغيير الصورة إلى شيء من هذا القبيل سأقوم بأخذ هذا الزر ووضعه هنا في هذه المينيو لإغلاقها طبعا الزر سيكون يتحرك يعني لاحظ الزر حاليا ليس مربوطا بالمينيو فالحل اللي يعني ممكن تيجي تحكي له أوكي ممكن تجيب close button حطه داخل المينيو كنتينر لكن بتلاحظ أنه البتل الموجود عندي يعني ما أخذ البوزيشن لازم يأخذه المينيو كنتينر غطى عليه حتى لو حطيته هون بغطى عليه فالحل هاي القضية أنه نعمل إشي مسميه مينيو رابر فكون سبت الرابنج يعني إذا انت اشتغلت في ويب أو اشتغلت في يعني HTML CSS راح يتكون عندك موضوع الرابنج فالرابنج هي موضوع مصطلح يعني زي يعني نسميه بالعربي زي كنتينر وهمي أو يعني نسميها زي حاوي وهمي اوكي فإذا نيجي هون نعمل create empty راح نسميها مينيو رابر اوكي مينيو رابر اوكي الى المينيو رابر هي يعني ببساطة جدا احنا عملناها عشان نضيف في المينيو كنتينر داخلها فبدك تطلعها بره يعني تحطها هنا مثلا وبنجيب المينيو كنتينر كلها نحطها داخل المينيو رابر والبتن اللي ضفناه سميناه close menu بدي حطه داخل الرابر مش داخل اوكي المينيو رابر اللي ضفناه بدي حطه مش داخل يعني بدي حط المينيو او close button داخل المينيو رابر بس مش قبل المينيو كنتينر مش قبل سوري احنا شو عملنا هون اه هاي منيو كنتينر موجود عنا بتلاحظ انه المينيو كنتينر بعد ال close button فتلاحظ انها جاي فوقه فاحنا حكينا انه بالنسبة للهيراكي لازم يعني تقول اشي بعد ال element البعده عشان يظهر على فوق ال element فمنحرقه بالامام قليلا عشان نخلي ال close button على اه اعلى المينيو كنتينر زي ما انتم شايفين فهيك احنا بنحل مشكلة انه يعني بنعمل زي button البتن بكون هذا تابع ل المينيو رابر زي ما احنا شايفين هون تمام هلا ممكن نكمل طبعا تلاحظ المينيو رابر الموجودة عندي هون هي عبارة عن يعني هي عبارة عن سميها وحمي طبعا بيحتوي على المينيو طبعا بتلاحظ انه يعني ما ليش علاقة اي علاقة بال لانه المينيو رابر الموجودة عندي هون مش مزبطين احنا الخاص فيها فممكن تتزبطها عن طريق انه يعني تلعب في ال position هون يعني تيجي على المينيو رابر double click وتتحكم في يعني احنا هون مثلا ممكن نعملها stretch بهذا الشكل وممكن تلعب في ال pivot برضو يعني بتلاحظ انه غيرنا كل اشي لكن احنا نخلي ال pivot مثل ما هو بس ظهما غير anchoring بدون ما تكبس هون هلا لما نغير المينيو رابر هاي المينيو رابر طبعا بتلاحظ حاليا احنا سمها وعندها responsive menu لكن ال responsive menu اللي عندنا مش بالضبط مثل ما بدنا فممكن تجيب المينيو رابر اللي هو anchors نحطهم somehow حاولين يعني بطريقة معينا نلفهم حاولين حاولين game object بهذا الشكل اوكي بهذا الشكل تقريبا يعني اوكي تمام يعني هيك بتلاحظ بتلاحظ انه الموجد عندنا هون المنزل 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 يعني ال anchor يعني ممكن تحطه في center لكن يحنا نشوف انه ال anchor الخاص فيه فنحرك شوي اوكي احنا هون هاي close button هسا الانكر الخاص بال close button للمينيو رابر تلاحظ المينيو رابر الانكر الخاص فيها هي هون طبعا بالنسبة لل close button نحن نحطينها خارج المينيو رابر يعني مش راح تظهر بشكل يعني ما بتقدر تحط يعني ما بتقدر تحط الانكر الخاص بال الابجكت بدك ايا خارج خارج البوردر او خارج الابجكت لانا الابجكت الموجود عندي هون اسمه منيو رابر تلاحظ هاي الحدود الخاصة فيه اذا بتيجي هون تلاحظ هاي الحدود الخاصة بال فانا ما بنفع اروح على close button احطه خارج يعني خارج هاي هاي الابجكت تلاحظ الانكر الخاص بال close button داخل يعني بكونه داخل الابجكت هاي الانكر بكونه في center هلية ممكن تحرك الانكر هذون تحركهم بس بتلاحظ انه ما بقدر احرك الانكر خارج الـ parent اوكي وهاي شغلة يعني اه يعني برضو لازم انتو تنتبهوا لها انه ما بتقدر تحط الـ icons خارج الـ parent ف يعني ممكن نثبت احنا الـ anchor هذون على الـ parent نثبتهم على الـ parent اه بطريقة معينة هون هاي close هاي الـ close button الـ anchors ممكن نعملهم نثبتهم على الـ parent فعشان ثبتهم على الـ parent ممكن نعملهم بهاي الطريقة اوكي اثبتناهم على هاي بتلاحظ هاي واحد اثنين اه ثلاث اربع لكن بتلاحظ ايش لسه الـ menu اللي عنا مش 100% responsive فتلاحظ انه لما نزغر شوي الـ button اللي بروح بختفي ف ممكن حل هاي حل هاي القصة عن طريق انه اه يعني اول شي تلاحظ الـ object مشكلة الـ object اللي موجود عندي حاليا عشانه معمول له anchoring فلما تكبره كل المحتويات اللي فيه بكبر اوكي لفيه عنا option هون اللي هوتا الـ اه فيه preset option في عنا option الموجود عندنا هون بتعمل يعني بتعمل عهاي اللي بتختار هذا option تلاحظ برضه لساتهم بكبر تختار هال option مرد بتلاحظ ان الـ object بساتهم بكبر فالحل اه كالآتي اه اذا بتشوف الـ 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 اذا بدي اطلع المحتويات اللي جوه ف بروح الـ الـ حاليا بكبر الـ بس بدي افرغه من المحتويات اللي فيه فهي الـ الـ اول اش بتعمله بتكبره يعني بتغطيه حجم محدد على سبيل المثال لنفرض هذا الحجم يعني مفيش اللي هيك اوكي بتكبر المينيو رابر بتخط الحجم اللي انت بدك للمينيو رابر بعد ما بتكبر المينيو رابر اوكي بت возьد المحتويات اللي بدك تحطها داخل المينيو رابر اللي هي مينيو كينتينير اوكي وهي الـ فيهي الحل يعني مفيش اللي هيك بدك تحدد حجم الرابر عشان تعطيه scale اللي انت بدك ايه او الحجم اللي انت بدك ايه الى بعد ما تزبط هاي الحركة ممكن تيجي تعمل الرابر responsive فبنيجي بنعمل مثلا بنسحب الزوايا زي ما احنا شايفين هون بنسحبهم نزبط عشان نكون بشكل responsive طبعا طلاح ال close button بده تزبيط فا اذا بنيجي هون على الزوايا بنعطيها بنعطي ال anchor عزاوية فبطل رح يطلع فوق هون فزبط هون سحب هون عزاوية هون عزاوية هون هاي close button بها هذا الشكل طبعا في هنا option هنا اللي هو خاص ب preserve aspect فبديش خرب button فبدا احفظ الاسبت خاص بي فهلا بصر عنا اشي responsive ماهما تزغر تكبر تلاحظ ان عنا responsive طبعا ممكن انت شو تعمل ممكن انه اه بنسبة المينيو كنتينر الموجود عني هون بتلاحب هاي الابعاد الخاصة في المينيو كنتينر فا اه بنا نزبطها شوي الابعاد فعلا بتيجي المينيو كنتينر هون نزبط الابعاد بهذا الشكل الانكور اوكي هاي منيو كنتينر اوكي هاي منيو كنتينر انا المينيو يعني نزبط لبدا هاشيشي مثل منيو كنتينر منيو رابع هاي بتلاحظ انه هيك تمام فهلا عملت اه زوم in زوم out تلاحظ انه الكبسة ظلت ثابتة في موقعها ورسبونسيب بالنسبة للشاشة هلا بخصوص التولز الموجودة هاي العلاقة في يعني بتفرز يعني اذا كبست هون اذا كبست هون اه هذول عبارة عن option خاصات في ال rotation خاصات ب بالسكيل فا اه يعني بالعادة احنا ما بنستخدمهم لكن في بعض الحالات اذا انت مثلا بدك تعمل rotation او بدك تغير بالسايز الخاص بالgame object على ال xx او yx ونستخدم هذو ال two options لكن بالعادة التول موجودة عندنا هنا انف يعني ما في دا انك تستخدم هذو ال two options حاليا اه اوكي فهيك احنا نكون اضفنا الازرار زي ما شفنا ضفنا ال close button وهنا ضفنا ال menu wrapper نسميناها menu wrapper فحاليا اه ممكن احنا نضيف ال functions على هاي ال menu wrapper فكيف ممكن نتعامل مع ال functions او نضيف زي اه دوايا الخاصة بالازرار هاي يعني اما اكبس مثلا اكس بدي اعمل اشي معين لما اكبس على ال menu هون بدي اطلع ال menu الموجودة عندي هون فممكن عن طريق نعمل class فلا بتيجي هون add component اه في اعنا اشي يسمو اه نعمل اكلاس جديد فخل نسميه مثلا menu اه او custom menu controller مثلا custom menu controller اوكي بهذا الشكل فال custom menu controller نختار code c sharp اه وراح نكتب ال script طبعا راح نعمل two functions اه function عشان يفتح المنو وفنكشن عشان نسكر المنو فبنزلنا نعمل two functions فهيك اذا بنفتح الموني develop هون في انا start في انا update راح نشيلهم وراح نعمل two functions وهو اول function راح نسميه public اه boolean او خلي مش public boolean خنسمي public void اه open menu اوكي ونعمل function تاني يسميه close menu لكن جوة open menu انا نعمل debug state عشان نفحص اذا الفنكشن هاتش غير ولا فانا نعمل log طبعا نلاحظ ال capital letter فدازم تنتبه لما تكتب ال debug log هون بعدين جوة انا نعمل debug لا اشي يعني عشان نطبع في ال console ايش ال console هو عبارة على المكان اللي انت بتطبع نتيجة الكود عندك فراح نعمل toggle open menu راح نعمل مثل ثاني يسميها close menu close close menu هانا راح نطبع close menu هلا بعد ما اضيف هاي العملية open menu close menu وبعد ما اتأكد انه ال menu wrapper عندك هون اسمه custom menu ممكن نروح على ال menu wrapper موجودة عندي هون ونروح على ال close button في عنا هون اون click فباجع add بختار ال object اللي عليه script اللي هو اسمه هون منيو رابر فبجيب المنيو رابر بنادي الفنكشن الموجود فيها اسمه custom menu اه كنترولر اه اه اللي احنا من النادي close menu اوكي close menu فبنادي الفنكشن اسمه close menu اللي موجود عندي هون في الميثود اوكي ايه بنفس الشي في عندي هون البتن اللي هو الموجود عندي هون موجود عندي هون menu button موجود عندي هون او options و settings button اه بكبس عليه اه بس يعني باجي بختار من هون مثلا menu تكتب menu wrapper احنا سمناها اللي هو بحتوى على script يعني menu wrapper بتحتوى على script اللي اسمه custom menu بقدر انادي الفنكشن الموجودة جوها فبدا روح انا على menu button هون بعد ما اخترنا الفنكشن باجي على custom menu controller بختار اللي هي open menu هلا منيجا نعمل save اه منعمل save طبعا للscene طبعا لكي تحفظ يعني مفروض احنا ما زمعنا حفظنا لكن مش مشكلة scene وباجي بسميه scene مثلا او اسميه test ui اوكي اه عملنا scene اه حفظنا كمان فممكن يجي نعمل play حاليا حاليا هلا في عند الكونسول تلاحظ عندنا هون او مش جاي عند الكونسول ممكن تيجي هون تفتح كونسول او ctrl shift c اه طبعا خلينا نكبس على المثلا menu تلاحظ ان ما كبسنا على menu هاي طبع لي اه واحد اللي هي open menu اكبس كمان مرة تلاحظ ان طبع لكيها ست مرات حسنا بتعمل collapse بيحكي لك انه بيجمع لكيها يعني بيحكي لك انت هاي الفنكشن نديتها سبع مرات او هذا الدال اللي نديت سبع مرات هاي كبس تكلوز تلاحظ برضه ال close menu شغالة هاي احنا طبعا الكلمة اللي هي close menu هاي طبعا open menu كل ما تكبس عليها بتبع لك نتيجة هون فانت بتتأكد هيك ان الفنكشن شغال فاحنا في الدرس القادم سنكون بعمل يعني ال menu transition نعمل animation خاص في ال menu زي اللي حكينا فيه في الدرس السابق اللي هو راح يكون عندنا slide down slide up animation راح يكوننا slide menu اسم ال animation اللي عنا فراح نعمل هاي كل الامور في الدرس القادم فهيك احنا مكون عملنا close button عملنا اضفنا functions او اضفنا دوال على buttons الموجودة عنا هون ضبطنا شكل menu بشكل ممتاز في الدرس القادم سنكون باضافة animation عن طريق نقبس على الزر نشغل animation نقبس على الزر نشغل animation ثاني نضيف شوية interactivity على المنو اللي عنا بشكل جميل وجذاب نراكم شباب في الدرس القادم شكرا جزيزي اخذ اصدقائي للمتابعة